السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الرابع أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة والنهاردة يا حلوين مكملين مع بعض السلسلة اللي بدأناها من أسئلة الامتحان وطبعا السشن اللي فات كان الجزء الأول من أسئلة اللي تشوز أو سؤال الاختياري والنهاردة مكملين مع بعض part 2 أو الجزء التاني نكمل مع بعض الأسئلة يا حلوين وأول سؤال معانا بيقول مام كيكة لذيذة بالأمس طيب لو بصينا على الجملة وحددنا الزمن بتاع الجملة هنلاقي كلمة يستر داي ويستر داي معناها بالأمس بالأمس يعني مبارح اللي هو زمن الباست سمبل أو الماضي فمعنى كده إننا محتاجين مام فاعل محتاجين فيرب اللي هو الفاعل والفاعل ده لازم يكون في زمن الباست أو الماضي يطرى الفاعل في الماضي هو made ولا making ولا makes ولا to make طبعا الفاعل في الماضي هو made made يعني عملت أوكي إنما اللي بعد كده اللي هو letter b في ing فده خاص بالأزمنة المستمرة واللي فيه es خاص بزمن ايه يا حلوين بزمن present simple أو الماضي البسيط وتو make اللي هو الانفنتب فإحنا هنختار made اللي هو الباست أو الماضي من make لإن verb أو فعل make غير منتظم الماضي بتاعه made فهنعمل ايه يا حلوين هنختار made بعد كده بيقولي pass the space is a party game we all like to play لعبة ايه يا حلوين لعبة من ألعاب الحفلات كلنا بنحب نلعبها طبعا احنا قلنا يا حلوين إن ألعاب الحفلات مهمة ولازم نحفظ اسمها فكان في لعبة اسمها pass ايه يا طرح pass the chairs ولا games ولا parcel ولا table سمع حد شاطر بيقولي parcel برافو الاختيار الصحيح هو parcel يعني ايه pass the parcel pass the parcel اللي هي مرر الطرد لعبة تمرير ايه تمرير الطرد بعد كده بيقولي it's not healthy it's not healthy يعني شيء غير صحي two drink three إنك تشرب ثلاث ايه يا طرح bottles of juice ولا slices of cake ولا parts of chocolate ولا pieces of cheese هنا الإجابة سهلة وبسيطة جدا ليه يا حلوين علشان عندي bottles of juice يعني العصير الأزايز العصير يعني وين عندي slices of cake الكيك حاجة بنأكلها مش بنشربها واللي chocolate برضو والcheese كل دي حاجات بنأكلها إنما الحاجة اللي نشربها هي الجوز أو العصير يبقى it's not healthy شيء غير صحي إنك تشرب ثلاث ايه ثلاث ازايز عصير يبقى three bottles of juice اوكي بعد كده بيقولي the space climate is not too hot and not too cold التقسل ايه اللي هو ما بيكونش حر جدا ولا برد جدا cold ولا hot ولا temperate ولا windy طبعا إحنا مش هنترجم الاختيارات علشان الإجابة ما تبقاش واضحة وسهلة بالنسبة لك لازم إيه لازم أنت تتفكر وتعتمد على المذاكرة اللي أنت ذكرتها the space climate عايزين نقول الطقس إيه يا حلوين عايزين نقول الطقس المعتدل المعتدل اللي هو إيه برافو عليكم المعتدل اللي هو temperate climate temperate climate الطقس المعتدل بعد كده بيقول لي Adam is very space he helps me carry the bags Adam بيكون إيه جدا هو ساعدني أني أشيل الشنط بتاعتي very helpful ولا colorful ولا tired ولا careful عايزين نقول هو إيه very بيساعد جدا أو متعاون اللي هو very إيه very bravo very helpful very helpful هنختار temperate ونختار إيه ونختار helpful helpful اللي هو إيه متعاون بعد كده بيقول لي you can see a lot of trees in a إحنا نقدر نشوف أشجار كتير فين بقى building ولا river ولا forest ولا sea المكان اللي بنشوف فيه شجر كتير جدا ده اسمه إيه حلوين bravo عليكم ده اسمه forest forest اللي هي الغابة forest اللي هي الغابة بعد كده بيقول لي we need water we need water يعني إحنا بنحتاج المية to لكي space and to help our crops grow كمان علشان نساعد المحاصيل إنها تنمو يبقى we need water to يا ترى drink eat sleep run إحنا بنحتاج المية علشان إيه؟ bravo عليكم we need water to drink بنحتاج المية علشان نشربها بعد كده بيقول لي crops grow better in space soil crops اللي هي المحاصيل grow better يعني تنمو أفضل فين بقى؟ في التربة اللي بتبقى عاملة إزاي high high low fertile أو fertile ممكن نقول fertile أو fertile وإيه؟ وبعد كده cold عايزين نقول إن المحاصيل بتنمو أسرع أو بتنمو بشكل أفضل في التربة الخصبة اللي هي إيه؟ fertile soil fertile soil fertile soil أو fertile soil هي التربة الخصبة طيب بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي I had my running test yesterday أنا عملت إيه؟ كان عندي الاختبار بتاع الجري مبارح قديت اختبار الجري مبارح I space 50 meters أوكي؟ طيب عايزين فعل في زمن past عايز أقول أنا جريت 50 متر طيب جريت في الماضية طرح ran run runs running طبعا برافو عليكم الاختيار الصحيح هو إيه؟ هو ran لأن الماضي من run ran أوكي؟ بعد كده بيقول لي Bedouin people Bedouin people اللي هما البادو usually live in that space the temperatures can be very hot temperatures اللي هي درجات الحرارة can be very hot ممكن تبقى إيه حر جدا هما بيعيشوا فين البدوين people دول يطرف الـ desert يطرف السي ولا الـ desert ولا الـ arctic ولا desert احنا قلنا طبعا الفرق ما بين desert و desert ان desert معناها الصحراء ودي بـ s واحدة انما desert اللي هي الحلوة او التحلية بيبقى فيها double s اوكي؟ وطبعا عارفين ان c هو البحر و arctic اللي هو المنطقة القطبية فالبدو دول يا حلوين بيعيشوا فين؟ برافو عليكم البدو بيعيشوا في الصحراء اللي هي ايه؟ اللي هي desert اللي هي desert بالـ s الوحدة بعد كده بيقول لي people eat delicious food and space at ايد الفطر بمناسبة عيد الفطر كل سنة وانتو طيبين بيقول لنا ان الناس بتاكل اكل لزيز وبتعمل ايه؟ at ايد الفطر sleep run celebrate fly العيد بنعمل له ايه يا حلوين؟ العيد بنحتفل به فهنختار ايه؟ هنختار برافو عليكم celebrate celebrate يعني يحتفل اوكي؟ بعدين when you have something different or that nobody else has you are يعني معنى السؤال لما يكون عندك شيء مختلف او تملك شيء مختلف محدش تاني معاه الحاجة دي بتبقى انت ايه ترى؟ بيبقى اسمك ايه؟ hospitable ولا friendly ولا special ولا scary بتبقى شخص مميز وكلمة مميز يعني برافو special special يعني مميز اوكي؟ بعد كده بيقول لي Egyptian people Egyptian people اللي هما المصريين او ال-Egyptians are helpful are helpful يعني متعاون او بيساعد بعضه to each other and they are very spaced to visitors اوكي؟ الاختيارات scared hospitable traditional hospital احنا عايزين نقول انهم متعاونين مع بعضهم وفي نفس الوقت ايه؟ مضيفين او كرمة مع ال-Visitors اللي هما الزائرين يبقى hospitable يبقى ايه؟ hospitable hospitable يعني مضيف تمام؟ بعد كده بيقول لي temperate climate وقلنا يا حلوين ان temperate climate هو الطقس المعتدل is somewhere that is not too hot and not too space بيقول لي warm cool cold sunny قلنا اني temperate climate المناخ المعتدل بيبقى لا هو حر قوي ولا هو ايه؟ برد قوي فهنا جايب لي it's not too hot فانا المفروض اكتب له ايه؟ and not too cold يبقى ال-option او الاختيار الصحيح هو cold اوكي؟ بعدين بيقول لي ايه؟ mayor's dress is space we all love it يعني الفستان mayor يكون ايه؟ ده احنا كلنا حبناه يطرى الفستان helpful ولا beautiful ولا useful ولا careful الفستان عايزين نوصفه ان هو ايه؟ علشان كلنا حبناه يبقى اكيد هو جميل فهنقول ايه is beautiful is beautiful يعني جميل بعدين بيقول لي it's six o'clock in the morning it's space to go to school اكي؟ الساعة ستة ده يا ترى not early too early too late or late اكي؟ الساعة ستة الصبح بيبقى الوقت ايه؟ بيبقى الوقت بدري جدا اننا نروح المدرسة فهنقول له ايه؟ it's too early too early too بالضابل او معناها جدا فtoo early يعني بدري جدا على اننا نروح المدرسة الساعة ستة الصبح تمام؟ بعد كده بيقول لي marwa is space she wears a jacket and a cab اوكي؟ تأمروا يا ترى حستة باي؟ علشان كده هي لبسة jacket ولبسة cab too cold too hot too small too old طبعا حستة ان هي بردانة جدا فهنختار ايه حلوين؟ برافو عليكم لبسة كتير جدا فهي too cold يعني حستة برد شديد people who write movies and stories are cold يعني الناس اللي بتكتب movies اللي هي الافلام and stories القصص are cold اسمهم ايه بقى؟ الناس اللي بيكتبوا الافلام وبيكتبوا القصص musicians ولا authors ولا karate players ولا players الناس اللي بيكتبوا روايات وبيكتبوا افلام بنقول عليهم مؤلفين او كتاب اللي هم ايه؟ اللي هم برافو عليكم authors اوكي؟ بعد كده بيقول لي in this game يعني في هذه اللعبة the players اللي هم اللاعبين hide بيختبئو and the seeker اللي هو الباحث tries to find them الباحث بيحاول يدور عليهم فاللعبة دي اسمها ايه؟ ودي طبعا لعبة من العاب party games من العاب الحفلات يطر اسمها ايه؟ musical tears ولا pass the parcel hide and seek football اللعبة اللي بنستخبى فيها والسيكر بيدور علينا علشان يلاقينا اسمها ايه؟ برافو عليكم اسمها hide and seek يبقى هنختار letter c hide and seek اللي هي الاستغماية بعدين open the window open the window دي جملة imperative اللي هي الأمر افتح الشباك the room is space hot افتح الشباك علشان ايه؟ الاو ده مالها عايزين نقول حر جدا فهنقول too hot يا ترى مين فيهم اللي احنا نقصدها two الاولى اللي هي باو واحدة ولا two التانية ولا two بالdouble o ولا two اللي هي ايه؟ اللي هي يا حلوين اسبع القدم يبقى يا حلوين يبقى اول واحدة معنا هي two لكي واللي بعدها two اللي هي number two واللي احنا عايزينها اللي هي two اللي بالdouble o اللي معناها جدا وبعد كده two اللي هو قلنا عليه زي ما قلنا اسبع القدم يبقى هنختار اللي بالdouble o بعد كده بيقول لي when you go online لما بتدخل على الانترنت وتبقى online you need to be لازم تكون ايه؟ care careful cares careless لازم تبقى ايه يا حلوين لازم تبقى حريص فلازم تبقى حريص دي معناها be careful be careful فهنختار letter b اوكي عكسها ايه بقى؟ عكسها letter d اللي هي careless careless يعني مهمل يبقى احنا المفروض نبقى ايه؟ نبقى careful ولا careless المفروض نبقى برفو عليكم careful بعد كده بيقول لي my grandma's space in a small village when she was young جدتي عملت ايه؟ في قرية صغيرة لما هي كانت صغيرة في السن بيقول لي lived lives live to live احنا دلوقتي بنقول ايه يا حلوين؟ بنقول when she was young لما كانت صغيرة بقى ده زمن past زمن الماضي فهنختار تصريف فعل live في زمن الماضي ولانه منتظم هنختاره ايه؟ هنختار الفعل اللي فيه دي لانه هو ايه؟ لانه هو منتظم تمام؟ بعد كده بيقول لي to wrap a present is to space it with lots of paper اوكي؟ طيب بيقول لي to wrap wrap يعني يغلف او يلف هدية انك تغلف هدية ده معناها انك تعمل ايه؟ بالورق الكتير cover take give buy احنا لما بنغلف الهدية او present بنعمل لها wrapping بنعمل ايه؟ بنلف عليها ورق كتير فبنغطيها يغطي يعني ايه؟ يعني cover يبقى ايه؟ to wrap a present is to cover it with lots of paper تمام؟ بعد كده بيقول لي nada space up at 8 o'clock yesterday ونخلي بالنا من yesterday بالامس فكده هنختار فعل في زمن past او الماضي she was late for school يعني هي اتأخرت على المدرسة طيب عايزين نقول استيقظت او صحية متأخر طيب الفعل في الماضي يا ترى gets got get to get الفعل في الماضي هو bravo عليكم got الماضي من get up got up تمام؟ بعد كده بيقول لي everyday everyday يعني كل يوم i carry i carry my space to school انا بشيل ايه للمدرسة i put my box and my pencil case in it يا ترى بشيل ايه وانريح المدرسة وبحط في الكتب و pencil case المقلمة بتاعتي بشيل toy backpack t-shirt computer بشيل ايه بشيل حقيبة الظهر اللي هي اسمها ايه backpack okay ياسر is very good at space ياسر شاطر جدا في كذا لسه هنشوفها he can live in hot and cold weather يعني هو يعيش في الطقس البارد والطقس الحر يبقى he is very good at swimming cooking adapting eating هو كده بيعمل ايه لما يقدر يعيش في الجو الحر والجو البارد برضو كده بيعمل عملية التكيف والتكيف اللي هو ايه adapting اللي هو التكيف the girl is space she needs to have a hot drink البنت مالها هي محتاجة انها تتناول او تشرب ايه مشروب ثخ يبقى هي ايه هي تشعر بالبرد دق تشعر بالبرد too cold ولا too hot ولا too big ولا too big المفروض تبقى ايه برافو عليكم المفروض too cold يعني هي بردانة جدا بعد كده بيقول لي the children read about two space and a cat in city mouse and country mouse story طبعا احنا فاكرين قصة city mouse و country mouse فكان عندنا two ايه فورين يغطر الفورين two mouse ولا two mice ولا two mouthes ولا two mouth طبعا الفور يعني ماوس طب جمعه ايه جمعه جمعشاز اللي هو mice يبقى the children read about two mice يبقى option letter b هو اللي هنختاره فوتبول is my space sport I like it very much الفوتبول بتكون ايه الرياضة الايه بالنسبالي انا بحبها جدا my bad ولا my favorite ولا my sad ولا my happy سهلة جدا والجملة عدت علينا كتير جدا فوتبول is my favorite sport رياضتي المفضلة طبعا دي كده بيقول لي it's unhealthy unhealthy يعني غير صحي unhealthy هتساوي it's not healthy ok it's unhealthy to play space games you should go outside more المفروض انه شيء غير صحي انك تلعب العب ايه والافضل انك ايه go outside more يعني تطلع تلعب برا ايه outside في الخارج طب it's unhealthy to play computer games ولا باسكتبول games ولا swimming games ولا football كلها طبعا رياضات بنلعبها فين في outside outdoors في الخارج معادة ايه معادة الكمبيوتر games بنلعبها في البيت وهي unhealthy فيبقى it's unhealthy to play computer games شيء غير صحي انك تلعب العب الكمبيوتر على الكمبيوتر او على الموبايل او على التاب والمفروض ايه تطلع لبرا او go outside more بعد كده بيقول لي when my friend heba fill over hair bike لما صديقتي heba وقعت من على البيت او العجلة بتاعتها we called the space احنا كلمنا ايه بقى لما هي وقعت كلمنا fire fighter ولا ambulance ولا carpenter ولا farmer وقعت من على العجلة يبقى طلبنا لها ايه حلوين bravo عليكم ambulance او الاسعاف يبقى ambulance يعني اسعاف بعدين am space research on egyptian crocodiles so i go to the school library two times a week انا عايز اقول انا بعمل بحث عن التمسيح المصرية ولذلك انا بروح المكتبة مرتين في الاسبوع عايز اقول ايه am doing ولا am helping ولا am playing ولا am locking هي research في فعل معين بييجي معاها اللي هو الفعل مين الverb do والاننا دلوقتي في زمن مستمر بقول ايه am doing am doing اوكي ام doing يعني انا بعمل بعد كده بيقول لي to get more information لما تكون عايز تحصل على معلومات اكتر you need to do more لما تكون عايز تحصل على معلومات اكتر انت المفروض تعمل ايه اكتر homework research call message المفروض لما نكون عايزين معلومات نعمل بحث عن المعلومات دي يبقى to get more information you need to do more research اكتر تعمل بحث وقلنا كلمة research بتاخد قبلها الverb do الverb do او الفعل do بعدين بيقول لي playing too much computer games is space you sit down for a long time اكتر لعب computer games شيء قلنا عليه healthy ولا health ولا unhealthy ولا god احنا قلنا لعب computer games too much ده شيء برافو unhealthy يعني غير صحي بعدين بيقول لي I can space my friends in photos online talk ولا tag ولا play ولا meet انا اقدر اعمل ايه للثور اعمل ايه على الثور وانا online لصحابي اوكي انا بقدر اعمل لهم ايه بقدر اعمل لهم tag بعمل لهم ايه اشارة يعني اجيب photo كده واعمل تاج لاصحابي علشان هم كمان يشوفوا الصورة دي بعدين بيقول i had a space with my friend to plan the presentation presentation اللي هو العرض التأديمي i had a space انا عندي ايه او معايا ايه معا صديقي علشان نخطط لي presentation اوكي انا عملت معا ايه عملت معا password ولا chat ولا match ولا book انا عملت معا عايش دقول ان انا اتكلمت معا محاد س يعني علشان نخطط لي presentation او العرض اللي هنعمله كلمة محادثة اللي هي chat chat اوكي بعدين بيقول she space drive to her work last week she went by bus عايزين نقول هي مراحتش الشغل بتاعها بالعربية بتاعتها يعني ايه she didn't drive she didn't drive هي راحت ايه buy bus طب ليه اخترنا didn't على طول لاني عندنا من اول الجملة last week last week يعني الاسبوع الماضي السؤال اللي بعد كده بيقول لي computers are very important يعني الكمبيوترز مهمة جدا we use computers to space information and have fun الكمبيوترات مهمة جدا احنا بنستخدم الكمبيوترات علشان ايه المعلومات وكمان بايه have fun يعني بنستمتع share ولا bully ولا cut ولا sell الانفرميشن او المعلومات احنا بنتشاركها ويتشارك يعني ايه يعني bravo عليكم يعني share share ok you need to wear a space when you ride a bike it protects your head انت بتحتاج انك تلبس ايه وانت راكب العجلة بتاعتك علشان الحاجة دي بتحمي ايه your head بتحمي دماغك shirt ولا hair ولا helmet ولا shirt طبعا اللي هي الخوزة اسمها ايه اسمها helmet helmet اللي هي الخوزة بعد كده بيقول لي space are you happy today ده سؤال الاجابة am visiting grandma this week السؤال يا ترى كان بwhat ولا which ولا why ولا when لو جينا لمعنى السؤال الشخص هنا بيقول انت ليه مبسوط او سعيد النهاردة فرد عليه قال له علشان انا هزور تيتا الاسبوع ده فأداة الاستفهام اللي معناها لماذا هي ايه برافو عليكم يا حلوين هي why هي ايه why لماذا وتسأل عن السبب بعدين بيقول لي I need to do more space about chameleons chameleon اللي هي الحرباء اوكي الحرباء بنقول عليها ايه chameleon I have a presentation on them next week يبقى انا عايز اعمل ايه انا عايز do more change ولا cleaning ولا research ولا chat عدت علينا كتير جدا do research do research يعني يعمل بحث بعد كده يحلوين بيقول لي I like this story يعني انا حبيت القصة دي about the old farmer عن الفلاح اللي هو ايه كبير في السن it's الحاجة اللي انا بحبها بتبقى ايه it's boring interesting careful happy الحاجة اللي انا بحبها او معجب بيها اقول عليها انها شيقة او interesting interesting يعني شيقة بعد كده بيقول لي my bedroom اللي هي حجرة النوم او غرفة النوم is space يا ترى ما لها I can't add two beds there يعني مش قادرة احط فيها سريرين فمعنى كده هي ايه ترى too big too old too small too cold هي طبعا صغيرة جدا علشان كده انا مش قادرة احط فيها سريرين طب صغيرة جدا يعني ايه bravo عليكم يا حلوين يعني too small too small يعني صغيرة جدا لدرجة ان انا مش قادرة احط فيها two beds او سريرين بعدين بيقول لي ماجد space over and his sister helped him احنا عايزين الماضي من ايه الماضي من يسقط يا ترى ايه fall ولا fell ولا falling ولا falls bravo عليكم يا حلوين الverb اللي احنا عايزينه هو fell over fell over لاني fall يعني يسقط والماضي fell اوكي fell over يعني سقط من على العجلة بتاعته او وقع يعني ايا كان we his sister helped him ليه احنا عايزين فعله ماضي علشان هنا بيقول لي his sister يعني اخته held him سعدته في الماضي verb help الماضي منه helped بعد كده بعد كده بيقول لي the children اللي هما الاطفال are so so هنا بتساوي very يعني جدا they will go to the baromids on friday يعني هما رايحين الاهرامات يوم الجمعة فهم ايه بقى so tired ولا so excited ولا so hot ولا so sad هما رايحين الاهرامات يوم الجمعة فهم ايه هما متحمسين جدا فيبقوا ايه so excited bravo عليكم so excited السؤال اللي بعد كده بيقول لي before you cross the road قبل ما تعد الطريق you space to lock left and right تبص يمين وتبص شمال يبقى المفروض او انت ايه محتاج انك تبص شمال وتبص يمين تمام طيب محتاج يعني ايه can't need shouldn't don't محتاج وبيجي بعدها to اللي هي bravo need you need to you need to lock left and right سؤالي اللي بعد كده you space keep your password a secret keep your password a secret يعني انك تحافظ على ال password بتاعتك سرية يعني تخليها سر محدش عرفه فالمفروض you shouldn't ولا you can't ولا you should ولا you don't انا كده بنصحك نصيحة النصيحة دي ايجابية يعني النصيحة كويسة فالمفروض تبقى ايه you should you should انا بطلب منك انك تعمل الشيء ده تمام بعد كده بيقول لي my sister went to the space she will travel by plane to london اختي راحت فين هي هتسافر لسه يعني she will سوف تسافر بالطيارة الى london طيب الطيارة بنروح لما بنكون عايزين نركب طيارة بنروح فين يا ترى airport station bus park بنروح فين برافو عليكم بنروح airport اللي هو المطار فكده اختي راحت المطار بعد كده بيقول لي look at the space you can't swim here يعني بص على ايه انت ما تقدرش تسبح او تروم هنا في المنطقة دي يبقى اكيد في ايه يا حلوين sign ولا pencil case ولا park ولا buck بيبقى فيه برافو بيبقى فيه sign بيبقى فيه sign يعني ايه لفتة او علامة معناها ممنوع انك انت تسبح في المنطقة دي تمام بعد كده بيقول لي i need to look at many space to find information for my research انا محتاج ابص على ايه كتير علشان الاقي معلومات للبحث بتاعي i need to look at many movies ولا websites ولا parks ولا يا حلوين باونز احنا طبعا بنروح على ايه بنروح للكمبيوتر ونفتح الكمبيوتر وندور على ايه بندور على مواقع الكترونية اللي هي ايه اللي هي برافو بيبقى فيه websites اللي هي مواقع الكترونية بعدين بيقول لي you need to create a space to log into to log into the school website انت محتاج انك تعمل ايه علشان تدخل على الموقع بتاع المدرسة password footprint song message انت محتاج ايه لما بنكون عايزين ندخل على موقع بنبقى محتاجين برافو عليكم بنبقى محتاجين كلمة مرور او password password اللي هي كلمة المرور بعدين بيقول لي I hurt my leg يعني انا جرحت رجلي it's very انه جدا ايه بقى helpful careful painful beautiful beautiful كلهم adjectives او صفات بس احنا عايزين صفة توصف لنا الرجل الموجوعة بتبقى ايه بتبقى brave بتبقى painful بتبقى painful مؤلمة بعدين بيقول لي we went to the sea last week احنا روحنا للبحر الاسبوع اللي فات ونلاحظ دي حلوين طالما قال لي last week yesterday last month او اي كلمة من الكلمات دي فكده محتاجين فعل في زمن past الماضي we played and spaced in the sea احنا لعبنا وعملنا ايه في البحر swam swim swims swimming وطبعا يا حلوين احنا متفقين ان الverb swim يسبح او يعوم ده فعل غير منتظم او irregular الماضي بتاعه هيبقى ايه bravo عليكم الماضي بتاعه هيبقى swam swim swam بعدين بيقول لي you space to look left and right سهلة جدا انت محتاج انك تبص شمال ويمين لما تعدي الطريق you can you need you can't you shouldn't طبعا هنا يا حلوين لازم نختار ايه لازم نختار need لان need بيجي بعدها to لو ما فيش to ممكن نختار shot لو موجودة انما لو to موجودة يبقى هنختار need اوكي بعدين بيقول لي reem ate two space of cake she likes sweets too much عايزين نقول ان ريم اكلت حتتين من الكيكة او قطعتين من الكيكة وايه هي بتحب الحلويات جدا two a of cakes two bottles ولا two slices ولا two cartons ولا two glasses سهلة جدا يا حلوين يعني bottles دي بتحتاج ثوائل وcartons برضو وglasses بتحتاج الليكويت او الثوائل انما slices اللي هي شرائح اوكي مع الحاجات اللي بتتقطع فهنختار ايه two slices of cake تمام you can't space here احنا قلنا can't معناها لا تستطيعوا بيجي بعدها الفعل في المصدر طيب يطار الفعل في المصدر swims ولا swimming ولا swim ولا swim طيب ناخدهم واحدة واحدة اول واحدة معنا هي swims فيها s معنا كده انها مضارع بسيط مش محتاجينها swimming فيها ing مش محتاجينها swim هي الفعل في المصدر هي اللي محتاجينها والاخيرة دي الماضي اللي احنا مختارينها من شوية في جملة الماضي فكده هنقول ايه you can't swim here you can't swim here بعد كده بيقول لي chemicals are chemicals are chemicals اللي هي المواد الكيميائية او الكيموية ما لها بقى safe ولا dangerous ولا excited ولا god طبعا ال chemicals دي ايه يا حلوين برافو عليكم خطيرة dangerous اكي بعد كده بيقول لي we can't space a car with another person to stop air pollution احنا قلنا ان من ضمن الحلول علشان نتخلص من air pollution او تلوس الهواء اننا نعمل ايه نتشارك السيارة بتاعتنا مع حد تاني فيا تشارك يعني ايه park ولا drive ولا share ولا buy سهل تهلكوا جدا سهلة جدا انا كده ترجمت وخلص يعتبر جاوبت عليها فالاجابة هتبقى ايه حلوين يتشارك برافو يتشارك يعني share share يبقى we can't share a car with another person to stop air pollution بعدين بيقول لي we can have many space on the balcony balcony اللي هي البلكونة طب نقدر يبقى عندنا ايه في البلكونة animals ولا trucks ولا plants ولا cars هي البلكونات بيبقى فيها ايه كتير بيبقى فيها bravo many plants many plants بيبقى فيها نباتات كتيرة وورد ونعناع وحاجات جميلة كده فهنختار plants بعدين بيقول لي you need to use energy saving space to save electricity انت محتاج بتستخدم ايه موفر للطاقة علشان توفر electricity او الكهرباء قلي light bulbs ولا helmets ولا signs ولا seatbelts احنا محتاجين نستخدم energy saving light bulbs اللي هي المصابيح الموفرة للايه للطاقة بعد كده بيقول لي what should i space to stay safe online احنا هنا محتاجين دي جملة سؤال احنا كده محتاجين فعل في المصدر معناه السؤال ايه اللي المفروض اعمله علشان افضل بامان على الانترنت فهنختار يترى do ولا dead ولا does ولا doing احنا عايزين فعل في المصدر والفعل في المصدر هو برافو عليكم هو do يبقى what should i do to stay safe online بعدين بيقول لي we sang lots of space at the party yesterday احنا غنينا الكثير من في الحفلة بتاعت مبارح beaches ولا songs ولا photos ولا pictures احنا بنغني ايه بنغني برافو عليكم songs بنغني اغنيان بعد كده بيقول لي we are space the beach there is a lot of trash الاختيارات cleaning up ولا swimming ولا harming ولا playing كلمة trash اللي هي القمامة او المهملات يعني فاحنا عايزين نقول احنا نضفنا الشاطئ we are cleaning up we are cleaning up اوكي بعدين بيقول لي it's safer it's safer يعني اأمن to cross the road on the اأمن شيء انك تعدي الطريق على ايه بقى ambulance ولا harry ولا crosswalk ولا tree طبعا المفروض نمشي فين في ال crosswalk اللي هو ممر المشاة اللي هو crosswalk الطريق اللي مخصص للمشي اوكي بعد كده بيقول لي they space plant more trees they can ولا they were ولا they are ولا they be طبعا برافو عليكم يا حلوين they can هم يقدروا يزرعوا اشجار اكتر بعدين بيقول لي you shot و shot بيجي بعدها الفعل في المصدر you shot space left and right before you cross the road عدت علينا كتير جدا بس هنا عايزين الفعل في المصدر الفعل في المصدر يا طرح locking locked lock to lock الفعل في المصدر هو ممتازين الفعل في المصدر هو lock يبقى you shot locked left and right before you cross the road بعد كده بيقول لي where space last week end يعني اجازة او عطلة الاسبوع اللي فات فهنا السؤال في زمن past فكده عايز فعل مساعد خاص بزمن past symbol يا طرح هو do ولا does ولا did ولا doing ممتازين جدا حبيبي احنا اتفقنا انه الفعل المساعد في زمن past واللي هنستخدمه في السؤال هو bravo هو did يبقى where did dream go last weekend اين زهبت dream في عطلة الاسبوع اللي فات بعد كده بيقول لي i love space i use all things to make a new bike انا بحب ايه بستخدم الاشياء القديمة علشان اعمل new bike علشان اعمل دراجة جديدة يبقى انا بحب انا بحب اعادة التدوير اللي هي ايه حلوين bravo اللي هي recycling اعادة التدوير we can we can space new trees to help the environment الانvironment اللي هي البيئة we can عايزة فعل في المصدر بعدها الفعل في المصدر يا ترى plant planted planting plants واحنا قلنا يا حلوين علشان نعرف الفعل في المصدر او نختار فعل في المصدر نبعد عن الكلمة او الفعل اللي فيه ed او s او او ies او ing او فيه قبل منه to هنختار فعل في المصدر بدون اي اضافات اللي هو ايه اللي هو plant يبقى we can plant نقدر نزرع اشجار جديدة علشان نساعد البيئة بعد كده بيقوللي you must و must في اللي بيجي بعدها زي كان بالظبط بيجي بعدها الفعل في المصدر you must انت يجب space for the green light before you cross the road you must wait ولا waits ولا waited ولا to wait نفترض ان انا مش عارف الفعل في المصدر همشي على النصيحة اللي انا قلت عليها اللي هي ايه هنبعد عن الفعل اللي فيه يبقى اللي اختيار ماينفعش اختاره هنبعد عن الفعل اللي فيه يبقى اللي اختيار ماينفعش اختاره طيب وقلت كمان انه الفعل اللي فيه قبل منه ده مش فعل في المصدر تمام يبقى اللي فيهم فعل في المصدر حتى لو انا مش عارف يعني ايه فعل في المصدر هيبقى تمام لاني بعدت عن الفعل اللي فيه او الفعل اللي فيه أو الفعل اللي فيه قبل منه يبقى هاختار إيه يا حلوين هاختار wait بعد كده الاختيار اللي المفروض أختاره يا ترى طبعا يا حلوين هنختار ليه يا حلوين لا ثواني معلش حصلت الاخبطة بسيطة need هنختار need ليه يا حلوين need علشان هنا مفيش فعل في المصدر اسم على طول فلما يجي الاسم على طول هنختار need إنما لو قال لي you need to wear a helmet يبقى كده هنختار need to يبقى to بتحتاج بعدها فعل أنا فكرت إنه فيه فعل موجود فكده مفيش فعل فيه كلمة helmet اللي هي خوزة اللي هي noun فهنختار need على طول يبقى you need a helmet أنت بتحتاج خوزة to ايه يا حلوين on your bike بتحتاج الخوزة للبايك بتاعتك لما تكون راكب البايك إنما لو قال لي you need to wear a helmet on your bike معناها إنك أنت بتحتاج إنك ترتدي وكده هنا جاب لي فعل لبعد to فعلشان كده نقول need to لما يبقى وراها فعل إنما لو يبقى وراها اسم زي دلوقتي هنقول ايه؟ هنقول need a helmet need a helmet أو أي noun تاني يبقى نختار يا حلوين need تمام؟ بعد كده بيقول لي space people live in Arctic regions بيعيشوا في الأماكن الأقليم القطبية اللي قلنا عليهم إيه يا حلوين؟ اللي قلنا عليهم اللي هما السكان الإسكيمو اللي هما إيه؟ بادوين ولا إنويت ولا كنتري ولا سيتي طبعا البادوين عرفنا إن هما البادو طب country يعني ايه؟ country يعني دولة ويه سيتي يعني مدينة طيب الإنويت اللي هما مين؟ اللي هما السكان اللي بيعيشوا في المناطق القطبية أو الإسكيمو يبقى نقول ايه؟ إنويت تمام؟ بعد كده بيقول لي هي عملت إيه؟ للهدية علشان تشوف what was inside علشان تشوف اللي جواها يا ترى give ولا unwrapped ولا ate ولا through أوكي؟ هنختار يا حلوين هنختار unwrapped يعني إيه unwrapped؟ يعني هي إيه؟ فكت الهدية هتساوي بالظبط uncover أوكي؟ لأن راب معناها يغلف طب unwrapped يعني يفك التغليفة يعني تمام؟ بعدين بيقول لي you can see a lot of space in a landfill أنت تقدر تشوف إيه؟ كتير في landfell ال landfill ده المكان المخصص للنفايات فإحنا كده هنشوف إيه يا ترى كتير plants ولا trash ولا roses ولا flowers أكيد مش هنشوف roses ولا flowers هنشوف bravo عليكم هنشوف trash مهملات بعد كده بيقول لي space is something we want to throw away شيء إحنا بنعمل إيه؟ بنكون عايزين throw away نلقي به بعيدا fire ولا trash ولا pollution ولا water ليست حلين واحدة زيها يا حلوين bravo عليكم اللي هي إيه برضو؟ اللي هي trash اللي هي المهملات بعد كده بيقول لي toy doctors space the toys for children toy doctors بتعمل إيه للtoys بتاعت الأطفال cut ولا break ولا repair ولا lose bravo بتعمل لها إيه؟ بتصلحها يعني repair repair يعني يصلح بعد كده بيقول لي there space no cell phones in the past عايزين نقول إن ما كانش فيه تليفونات في الماضي تمام؟ ده cell phones دي جمع فعايزة فعل الماضي يكون في الجمع يا ترى هو are ولا where ولا be ولا is سمع حد شاطر بيقول لي where bravo إجابة صحيحة بعدين بيقول لي there are a lot of cars in that place يعني في عربيات كتير في المكان there is a يوجد إيه بقى طالما في عربيات كتير يبقى فيه زحمة الزحمة معناها إيه بقى flood trash traffic school الزحمة هي traffic bravo عليكم بعدين بيقول لي I should use a strong space to stay safe online أنا المفروض أستخدم إيه قوية علشان أبقى آمن على الإنترنت chat password message call إحنا المفروض نستخدم إيه قوي password اللي هي كلمة المرور بعد كده بيقول لي my sister space very excited yesterday at her birthday party عايز أقول إني أختي كانت متحمسة جدا في حفلة إيه عيد ميلادها اللي كانت مبارح my sister مفرد فمعنى كده أن أنا عايز فعل في الماضي معناه can يطرى is ولا was ولا be ولا are bravo عليكم يا حلوين verb to be في الماضي هيبقى للمفرد ووز فهنختار إيه هنختار ووز bravo عليكم حبيبي ممتازين جدا وكده نكون انتهينا من الجزء الخاص بأسألة little choose واستنونا في باقي الحلقات سلسلة المراجعة للشامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر